موسيقى راحيم سيرلينج حقيقة مقابلة ماشيسر سيتي ضد ماشيسر رونيتد في كأس الرابطة الانجليزية او كأس الكاراباو كاب رياض محرز اصبح رأس حربة رياض محرز رأس حربة وسيرلينج مكان رياض محرز مقابلة شوطلول نوع عمام ومل اه طغا عليه الجانب الدفاعي في كلتا الفارقين والتخوف نوعا ما ولوعا ما امتي لك زائد لنادي ماشيسر سيتي لكن رياض محرز بسبب ماذا بسبب المنصب اللي مش متعود عليه انا من احسن يعني هنا يبقى مجلد رأيي تاعي شخصي انا كمدرب انا انا رأي في اللعب هذا وحب نحطمه ولاش نديره في المنصب خاطي تاعه ونقول له رح شوف اكيب اخرى وخلي المناجر تاعه ولا الاجان تاعه هو يشوف يتفاوض مع فريق اخر ويروح وخلاص وعلى نعرق المسير تاعه ولا اللعبه في بوست خاطي تاعه اللعبه في منصب خاطي تاعه وعلى بالي ما هو يجيب لي ورح نحطه ونكسره ونقول له روح شوف فريق اخر هذي ابسط حاجه مقابله قلت مو ملة مخصف الشوت لول الشوت الثاني نوعا ما تحركت القاطرة الامامية اللي ماشي السرسيت سجل هدف جون ستونز لهدف مخالفة رياض محرز ليس فقط قورديولا من ينتقل منه او يهمشه او لاعبين الزملاء هو راح يمسير لينغ رياض محرز وجه اللي وجه ما عطاش الكرة وجه اللي وجه ما حبش يعطي الكرة رياض محرز بمحاولة فردية قريب يسجل هدف رائع محاولة فردية فقط اجتهادات فردية لاعب جماعي ما كانش ما كانش تعمد عدم تمرير الكرة رياض محرز هذا اصبحت لا مودة يعني امر منطقي ومعروف منذ سنوات خاصة المدة هذي الاخيرة رياض محرز كان قلتها كان يعني في جهة فارغة والكرة ما حبش يعطيها له أعطاها الكانسل وكانسل ورجل حال ومسكها الحاس هذا هما هذا هو ماشي السرسيس هذا هما الجماعة جماعة اذن رياض محرز بصراحة مرجهود فردي حاول يدير الفرق وكان قبقوا وسينا ودنا منسجيل هدف رائع لو لا يعني براعة الحر الساعة ما شو سر يونايتد يعني مجهود فردي يعني لو لا مجهود فردي ما يقدر يلمس ولا كرة رياض محرز ما يقدر يلمس ولا كرة لماذا الأمور واضحة وضوح الشمس يعني يبقاش يزيد ونهضره يبقاش خلاص ماتت كما نقول بالدرجة بس ماتت هذو من لاعبين خلاص فهموا الدرس باللي لازم يضحيو بواحد اللي يعيض يضحيو بيه هو رياض محرز صاني قلتها في الفيديو السابق صاني كثر خير الألمان اللي نقضوه ولات بلاده اللي نقضوه محرز ما عنده حتى سبيل إلا مغادرة مع الماناجر يشوف الفور مع الماناجر يشوفه يشوف له فريقة لو الحل ما كاشح حقيقة السرلينج لما ما حبش يعطي الكورة المحرز محرز غضب يعني ومن بعدها السرلينج اعتذرزة ما قالوا يعني مش تكش يعني طريقة شوفتها شوفوها الناس يعني في الفيديو في الكاميرات ولتقطتها الكاميرا في تلفزيون يعني قالوا يعني شوال ما شوفتكش يعني اسمح لي مش تكش بصح من جهة مقابلة عدنا لقطة اخرى تبين انو السرلينج ليس اناني اناني فقط مع محرز الكورة يعطيها ميليمترية لدبراين ودبراين يعود يعطيه الكورة لكن المدافع ليخرجها السرلينج اعطى كورة ميليمترية لدبراين علش ما قالوش مش تكش محرز متشوفوش محرز شفاف رياض محرز لاعب شفاف بينما دبراين ليس شفاف سرلينج اعطى الكورة دبراين بسهولة ورغم انها بمكان بعيد ومحرز بجنبه بجنبه ووحده مش تكشفوش هذا هي هذا هي العنصرية هذا هي الفريق تاكتولات خلاص خلاص منشلسة سيتي منشلسة سيتي هذا هو منشلسة سيتي مش عيد غير لازم يضحب اللاعب 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 يضحب به هو اللي بهدلهم في 2016 وفي 2015 و2017 اللاعب هذا اللي بهدلهم يجب مغادرته من من النادي انتاعنا لانه نادي انتاعهم هو مشلسة سيتي لان هذا اللاعب بهدلنا مسحبنا الارض مسحب كرامتنا لاعب لسلسة سيتي اللي هو رياض نحرز بهدلنا اذا الجزاء انتاعه يجب ان نصفعه او نكسره نحطمه كي يغادر من النادي انتاعنا ملكنا النادي انتاعنا اللي الحقيقة المرة منشسة سيتي اذا تفوق على من نادي مانشستر نايتد بهدفين بسفر خاصة بعد هدف العاها العاها انه يعني يلعب في منصف الخاطئ تاعه وحاول انه محاولة فردية كان يسجل هدف اعطاه سبعة فاصل ثلاثة ما كان حتى كلام الكلام انه رياض ما حنتسمى خروجه اه يعني اول لاعب يضحي به ومالعبش عنده اكثر من مقابلات ومقابلات لم يلعب ونفس اللاعبين يدوروا في البوكسينج داي ويدوروا نفس اللاعبين يشاركوا بعوض يعني يشوفوا اراحت بعض الكوادر لا الكوادر تلعب مقابلة رسمية تلعب بطولة تلعب الكأس تلعب الرابطة تلعب شمبيونز ليك تلعب واللي ما يلعبش وكان كان هدف ومبعدها ما يدوره في الاحتياط ومبعدها باش في مقابلة ليست مهمة باش يلعب يلعبوا شوية ويعودوا يخرجوا ويضحوا به هو اول واحد هذا هي اذا ذوك اللوم ليس على غوارديولا او مارشستر سيتي لاعبين توحب لاعبين اللي معروفين بالتكتول ولاعبين اللي حابين يعني انتقموا انا سمي انتقام هذا من رياض محرز من خلال 2016 2015 2017 انت بهدين اللي بهدلهم رياض محرز هذا مجرد انتقام من اللاعبين مارشستر سيتي وغوارديولا يعني امور واضحة انها بركة قلتها ونعودها الكرة في مرمى رياض محرز اللي بغى رياض محرز يغادر هذا الوقت المقاتلة ما عندوش وقت اخر اقصى اقصى حد هو المركاتو الصيفي اقصى حد انا فريق هذا خلاص النواية اتضحت وصورة اتضحت اكثر 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 واصبحت مسرحية منسبة لي مصرحية هزلية يعني امور واضحة سيناريو واضح لاعب تلعب ورأس حربة وعندك اقويرو في الاحتياط وعندك ايضا جيسوس اللي رجع اللي قالوا عندو كورونا رجع في الاحتياط وكان في الاحتياط يعني ما عندوش مبرر يعني هذي مسرحية اصبحت مكشوفة ذا الكرة في ميدان رياض محرز اتمنى وتوفيق لرياض محرز ان شاء الله في فريق جديد ليقدر امكانيته في الاخير ملتقى على معمز من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته